منا واشنطن ينضم إلينا كاظم الوائلي المحلل السياسي سيد كاظم أهلا بك على شاشاتنا لما اخترى كوشنر هذه المحطات للترويج لخطة أمريكية متعلقة بالسلام لما المغرب ثم الأردن نعم مساء الخير محمد مساء الخير المغرب لها أهمية كبرى والمغرب تعتبر لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وكذلك هي تعتبر المغرب الآن هي تأخذ محل سويسرا العرب من ناحية التعامل مع الواقع والمواضيع الشائكة في المنطقة تتعامل معها بحيادية ولذلك اهتم جارد كوشنر باللقاء مع الملك المغرب وكذلك لا ننسى أن زيارة جارد كوشنر إلى المنطقة أيضا هي اقتصادية للتمهيد إلى قمة البحرين أو مؤتمر البحرين ومؤتمر البحرين له أهمية وأهداف تحسين الوضع الاقتصادي سأأتي إليه سيد كاظم سأختتم معك بمسألة المنامة وهذا المؤتمر أو الشق الاقتصاد لكن في ظل البيانة الأردنية أو كلمات بوضوح هي كلمات الملك عبد الله عن مسألة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هل أعدت الولايات المتحدة أي سيناريوهات متعلقة بإقناع الجانب العربي بخطتها لا أعتقد ذلك وإن كانت حتى في القمة المقبلة لا أعتقد أن هناك أي خطة واضحة أو أي خطة تمهيدية إلى خطة جارد كوشنر وهي بما تسمى صفقة القرن يعني إلا اللهم إذا يريدوا أن يعطوا بعض الأراضي أو يمدوا أو يربطوا الضفة الغربية مع قطاع غزة وهذا جغرافيا شيء من ضرب من ضروب المستحيل إلا اللهم إذا أعطوهم هذا المكان فهناك شيء لحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية أما اللقاءات هي لقاءات عابرة ولكن أنا الذي لفت انتباهي هو تصريح الملك عبد الله الثاني أن عاصمة حل الدولتين والدولة الفلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية هي القدس هناك روايتين ولكن رواية تقول القدس ورواية ثانية تقول حسب مصادر من القصر الملكي قدس الشرقية فكانت هناك وضوح من موقف وكلمات الملك عبد الله لأن الملك عبد الله يعني نعرف أن الأردن هي في خط المواجهة مع إسرائيل والمد الإنساني من اللاجئين الفلسطيني الذين يذهبون إلى الأردن وهذا يعني يكون نعم نعم طيب يا سيد كاظم لأن الوقت يدهمني الرفض الفلسطيني أو غياب طرف الفلسطيني عن مؤتمر المنامة هل بعد هذا الرفض والغياب سيبقى الإصرار على العقادة؟ وإذا تم انعقاده هل من تأثيرات له على الشق السياسي والشق الاقتصادي للدولة الفلسطينية؟ للأسف لا أعتقد ذلك لأنه نعرف القيادة في غزة رفضت هذا مجملا والقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية الرئاسة الفلسطينية رفضت هذا مجملا إذن من الذي سيتفاضون معه في المستقبل حتى إذا كان هناك شيء نوع من الاستثمار لحلحلة الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وكذلك غزة من الذين سيتفاضوا معه ومن الذين تحدثون معه إذا كانت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس رفضت قمة أو مؤتمر المنامة ورفضت خطة بما تسمى صفقة القرن نهائيا أنهم لا يريدون حتى يسمعوها وصائب عريقات قالها بالحرف الواحد أن لا نريد حتى نسمع هذه مسألة صفقة القرن لأنها شيء من ضرب الخيال وشيء لا يكن ليس له أي أرضية على الواقع واضح شكرا جزيلا ضيفي من واشنطن قاذم الوائلي المحلل والسياسي شكرا سيد قاذم على كل ما تفضلت به